مصادفة مثيرة لفتت نظر رئيس جامعة القاهرة المصادفة كشفت عن رحلة من التفوق العلمي والرياضي أربعة من الأشقاء بينهم توأم يدرسون السياسة بجامعة القاهرة ثلاث بنات منهم لعبنا في منتخب الجامعة للسباحة وأحرزنا فوزا كبيرا لكنهن في نفس الوقت من الأوائل دراسيا كل الدراسة فيها احنا مع بعض يعني بنذكر مع بعض ولا مش فهم حاجة أو كده هي بتفهمها لي يعني بنشجع بعض دايما على الأحسن هو احنا عشان أنا ورودي دايما كنا لما بنروح أيبطولة أو كده بننزل إحنا الاتنين يعني الحمد لله بنياخد أول أو إحنا الاتنين بنياخد تاني أو إحنا الاتنين بنياخد لع الأوائل فدايما دي كانت الحاجة اللي ناسي بستغربها لو مش واحدة أول و حية تاني لأ مثلا كنت بنزل في بطرط السباحة مثلا أنا بنزل بعوم كرال مثلا وهي بريست هي بتاخد أول في بريست و انا بياخد أول في الحرى ونحن كان عندنا في المدرسة دايماً بيحفزونا دايماً نبقى كلنا أوائل فديكت حاجة بتشجعني على الدراسة غير كده في السباحة وكده أنا أصلاً كنت حاجة بحبها فأنا كنت أعيد بقى فيها كويسة فلما نرقيت كده أخوتي أكيد كلهم جوم معي عشان طبيعيهم عايزين يقوي كويسين زي أحمد هو الأخ الوحيد لهن يعشق السفر والترحال ويشاركهن دراسة السياسة والسباحة ولديه حاقط في غرفته يشهد ببطولاته المختلفة هو ده يعني مش بابا ماما ده إحنا إحنا شخصياً لأن بابا ليه في الرياضيات وماما في العلوم فإحنا عملنا فرع ثالث إحنا اللي شغالين فيه الحمد لله إحنا اللي أربعة كأخوات فده جنجاي من كل واحد ده بقراره هو الشخصي إحنا ما حدش عبلكال لنا خش أدبي أو خش علمي خش الكلية دي أو خش الكلية دي إحنا كلنا اتفاقنا إن إحنا خش الكلية دي كل واحد خد كراره شخصي لوحده الأب والأم يقر المتفوقون بدورهم في تقديم الدعم والمساندة لهم على الدوام فيما تعتبر الأم هذا النجاح هو مشروع حياتها يفتح الأب الباب لحرية الاختيارات أمامهم أنا اتفاقنا من الأول إن إحنا لو شغلنا وقت الفراغ بتاعهم بحاجة مفيدة حيتفوقوا هنا وهنا فكده هذا في الأساسي إن إحنا نشغل وقت الفراغ بالرياضة ودي أحسن لهم حاجة ولما جينا اختارنا في الأول قلنا إيه هي ذهب الرياضة اللي بتعمل الجسم كله أو بتبني معظم مجزاء الجسم فكده السباحة دايما عندي مبدأ إن أولادي دولا استثماري في الدنيا يعني أنا باستثمرهم وبطلع منهم كل حاجة وهم دولا حياتي وهم دولا اللي أنا عايش لهم يعني ولا شغل ولا أي حاجة تيجي جنب أن أنا أستمتع بأن أشوف أولادي متفوقين ونكحين رحلة التفوق ليست سهلة كما يقولون لكن التفوق الرياضي فتح لهم الباب إلى التفوق العلمية خاصة أنه ساعدهم على تنظيم الوقت وطرق التفكير السليم والمشاركة في الحياة الجماعية والجامعية بكل إيجابية محمد مبروك رأي عام مع عمر عبد الحميد